أول ضيف هنسمعه دلوقتي هو الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد الشحروري دكتور أحمد حالتك جاهز إن شاء الله معك خمس دقائق كاملة هتنزل هنا شكورا تشرح للأساذ الجمهور وجهة نظرك بالكامل وتنتظر مننا كلنا أسئلة جاهز يا دكتور جاهز اتفضل يا دكتور بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لهذا الحضور الرائع لهذه التشكيلة الجميلة الحقيقة صراع أم تعايش من اللحظة الأولى التي كلف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية خرج لقومه فلما ثارت ثائرتهم لم يقل شيئا وأرجو دقة الانتباه هنا تركهم ومضى ثم عاد لهم بعد أيام وهذا ما تقوله السير فحدثهم وكان مما قاله لهم إن الرائد لا يكذب أهله اسمع يا سيدي إن الرائد لا يكذب أهله أنا رائدكم ولا يمكن أن أكذب عليكم أو أن أجنبل صورة بشعة فكان أن خرج له أول من خرج أبو لهب عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا هذا هو الذي ولد الصراع تلك هي اللحظة التي ولد فيها الصراع ومحمد يحدثهم أني مخاطبكم عن ربكم وأن عندي من الوحي ما ينتقل بكم النقلة الحضارية ويخرجكم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد رفضوها وقالوا له تبا لك شتموه فكانت بداية الصراع إذن هذا الصراع وإن كان كما يقول الأستاذ محمد نقول به هو فرض علينا ولم نجترحه لم يجترحه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه فرض عليه إزاء هذا الرد الهمجي من شخص فقط لم يرد أن يغير لم يرد أن يبدل الباطل إلى حق المعوج إلى مستقيم إزاء هذا الأمر لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مختارا أن يرضى الدون أو الدعه وأنه يقول والله خلاص أنا ما لي ولهذا الصراع فالأنزوي في بيتي لا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ومعنى ربك فكبر يعني يجب أن يكون الله عز وجل في نفسك أكبر من هذا الصراع وأكبر من هذا التكذيب وأكبر من هذه الجرأة على مواجهة الحقيقة التي مذاقها مر في أفواه هؤلاء المدعين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المنازلة ولم يبدأها وانطلق في قومه ينذرهم يبشرهم ويناديهم واحدا واحدا يا فلان ابن فلان اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا ولم يكن في أطروحات النبي عليه الصلاة والسلام سيف في العهد المكي ولم يكن بالعكس حينما واجه أصحابه التعذيب والتنكيل حين كان بلال يضرب على رمال مكة وفي رمضائها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محرضا له حين كان يمر على ياسر وآل ياسر اصبروا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ثلاثة عشر قوما ثلاثة عشر عاما والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحرك ساكنا في دنيا الصراع بل يبني عقيدة ويفهم الأمة عنصر الفهم الذي التقينا لأجله اليوم اليوم مشكلة العالم الإسلامي يا أبنائي هي مشكلة الفهم لو كنا نفهم فهما حقيقيا لعرفنا أن طبيعة هذه الدعوة وهذا الدين هي التفهيم والتعليم وليست المشاكسة ولا المحاصة ولا المغالبة كان ديننا هكذا وكانت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما هكذا لم تحرك ساكنا ولم يؤذن فيها بحمل سيف برغم الجراحات والعذابات والمعارضة الشديدة والملاحقة والضرب والطرد الذي أدى في النتيجة إلى الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ولم نرى سيف الإسلام يلمع في هذا الخضم كله ثم يقال نحن طلاب مصارعة أو نحن طلاب مغالبة وأين نذهب من الآية التي ذكرها أخي وزميلي وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين القرآن دعانا أن نتفكر لا أن نتصارع لكن الصراع كما قلت وأعيد وأكرر فرض علينا ولم نختره اختيارا شكرا يا دكتور شكرا